طب شو رأيك نيجي بطريقة الله هل الذبايح طب ما في ناس كانت بتروح وبتقدم ذبايح لدرجة الرب قولت تخمت يعني حتى صلاتك وذبايحك واعتكافك كله صار مكره لي يعني لدرجة انت لما بتيجي امام الله بتحاول تعمل صدقات وحسنات بقول لك الرب على مين انت بتلعب اللعبة ما نشايف قلبك ما نشايف الدوافع اللي في داخلك على مين بتمتل الرب شايف فاذا لا ذبايح ولا تقوى ولا بر ذاتي قال رسول بولوس لطيتوس لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتدر رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس ثم قال بولوس الرسول الى اهل افسوس لانكم بالنعمة مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من اعمال كي لا يفتخر احد مخلوقين لاننا عمله مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحة قد سبق الله فقعدها لكي نسلك فيها عندما تأتي الى المسيح على اساس عمل المسيح الكامل موته على الصليب وقيامته من بين الاموات يعني بكل بساطة بتيجي للرب متل ما انت اصلا ما عندكش اشي تيجي للرب فيه لا بحسناتك ولا بصداقاتك ولا بالحج بتاعك ولا بإمكانياتك ولا بفلوسك ولا الزيت اللي بتتبرع فيه للكنيسة ولا الشمع اللي بتضويه ولا اي شيء ولا اي اعمال بترضي الله لان الله شايف قلبك فاحنا منيجي على اساس الطريقة والمبادرة الالهية ولكن الله بيّن محبته لنا لان هو نحن بعض خطاط مات المسيح لاجلنا